أكد مدير الجهزة التنفيذية للهيئة الوطنية للانتخابات المستشار أحمد بنداري لانتهاء من كافة الاستعدادات الخاصة بتصويت المصريين خارج البلاد في الانتخابات الرئاسية أشار المستشار بنداري إلى أن الهيئة شكلت غرفة عمليات مركزية وهي مزودة بتقنية البث التلفزيوني المباشر لمتابعة إدلاء المصريين في الخارج بأصواتهم في المراكز الانتخابية داخل مقار البعثات الدبلوماسية من سفارات وقنصليات حول العالم تتوجه الأنظار غدا إلى جموع المصريين المقيمين بالخارج حيث موعد التصويت في الانتخابات الرئاسية وتبدأ في العشرة من مساء اليوم عملية التصويت في دولة نيوزيلندا لتكون أول دولة تبدأ عملية التصويت بها للمصريين بالخارج وتجرى العملية الانتخابية خارج مصر في 137 سفار وقنصرية في 121 دولة حول العالم والتي صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات برقم 27 لسنة 2023 بتحديد مقاراتها وعنوينها عملية التصويت في مقار البعثات الدبلوماسية بالخارج تستمر على مدار سلاسة أيام هي الجمعة والسبت والأحد هذا وقد أنهت السفارات والبعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج استعداداتها لعملية التصويت في الانتخابات الرئاسية في تاسعة صباحا بتوقيت كل دولة واستعدت المقارات الدبلوماسية لاستقبال المواطنين المصريين بالخارج للإدلاء بأصواتهم والقيام بواجبهم الوطنية الذي كفى له لهم الدسور وقامت غالبية السفارات والقنصليات بنشر صورة من قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية عبر الحسابات الخاصة بالسفارات على مواقع التواصل الاجتماعية ومواقعها الإلكترونية مما يسهل على أبناء الجاليات الاطلاع على كافة الإجراءات والتيسيرات المتاحة خلال عملية التصويت كما أعلنت معظم السفارات عن مقار اللجان الانتخابية الفرعية التي تتواجد في مقار السفارات والقنصليات وأهابت بأبناء الجاليات المصرية الإدلاء بواجبهم الوطنية للمشاركة في التصويت مع التسجير بضرورة حمل جواز السفر المميكن أو بطاقة الرقم القومي حتى يتسنى للجنة الانتخابات الفرعية التأكد من تمام تسجيل الناخب بقاعدة البيانات ومن سمى أحقياته في الانتخابات حتى يتسنى للجنة الانتخابات الفرعية التأكد من تمام تسجيل الناخب بقاعدة البيانات ومن سمى أحقياته في الانتخاب ترجمة نانسي قنقر